السلام عليكم أتمنى أنكم بخير وعلى خير أينما كنتم في هذا العالم سعيدة جداً بلقائكم في أول فيديو من سلسلة تحدي ثلاث أشهر لتعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين سنتعلم اليوم مجموعة من العبارات الأساسية والمهمة للخوض في حديث ما مع شخص باللغة الفرنسية إذا كنت تريد حقاً وفعلاً أن تتعلم اللغة الفرنسية فشاهدني من الأول إلى الأخير هيا أحضر دفترك وقلمك ولنبدأ الدرس أول شيء يجب أن تحدده وأنت تتحدث إلى شخص ما باللغة الفرنسية هي طبيعة العلاقة التي تجمعك به فأنت إما أنك تتحدث إلى شخص تعرفه جيداً أي صديق أو فرد من أفراد أسرتك وهنا تستعمل كلمة أو أنك تتحدث إلى شخص لا تعرفه أو شخص تربطك به علاقة عمل أو جار من الجيران وهنا تستعمل كلمة فو فو انتبه كلمة فو لها دلالة الجمع أيضاً يعني أنك تستعملها كذلك عندما تخاطب شخصين أو أكثر باللغة الفرنسية إذن فإما أننا نستعمل فو عندما نخاطب شخصاً نكن له الاحترام أو أننا نستعمل فو عندما نكلم أو نخاطب شخصين أو أكثر بالفرنسية وككل اللغات عندما نريد أن نتحدث إلى شخص ما فإننا نلقي إليه التحية بونجور مادام بونجور موسيو بونجور مادموزيل بونجور جنم بونجور تولمان في المساء نستعمل كلمة بونسوار بونسوار مادام بونسوار موسيو موسيو بونسوار موسيو بونسوار جنم بونسوار تولمان بونسوار جنم بونجور مادام كمانطاللين عندما تلتقي بأحد من أصدقائك نكتفي بكلمة يمكنك أن تخاطب صديقك باسمه الشخصي أنتو ناديه باسمه الشخصي سالو أحمد سالو سالما سالو 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 علي سالو كم ريبونس كردين على هذا السؤال نجيب سالو بيان مرسي ويبون تري بيان مرسي ويبونس مرسي ويبونس بين الأصدقاء أو مع أفراد العائلة إذا لم نكن بحالة جيدة يمكننا أن نجيب عن سؤال سا بي سا بوري علي ميو سا بوري علي ميو أو أفر علي أفر علي هذا النوع من الإجابات سيثير أسئلة أخرى من قبيل كسكي تغيب كسكي تغيب كسكي ليا كسكي ليا كسكي ليا أفر علي بين الأصدقاء يمكنك استعمال كلمة سالو سالو أحمد سالو ليلا نستعمل سالو لإلقاء التحية وكذلك لتوضيع صديقه المال إذا كنت تريد أن تحدد متى ستلتقي هذا الشخص تقول له يعني بعد بدع دقائق يعني لاحقا ولكن في نفس اليوم أو يعني بعد بدعة أيام إذا لم تكن تريد أن تحدد المدة فيمكنك أن تقول فقط إذا كنت تريد أن تحدد موعد اللقائي في شكل دقيق تستعمل كلمة أ أو عبارة نحن 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 ن يمكنني ان أقيد Soir أو يستعمال إبارة On se revoit dimanche soir On se revoit demain On se revoit ce soir On se revoit la semaine prochaine في توديع أحدهم وحسب اللحظة التي نوجد فيها يمكننا أن نقول كذلك بوهة صورة Bonne journée Bon après-midi Bon après-midi Bonne soirée Bonne soirée Bonne nuit Bonne nuit Bon week-end Bon week-end Bonne fin de semaine Bonne fin de semaine Bonne vacances Bonne vacances Bonne vacances Bon courage Bon courage Bonne continuation Bonne continuation Salut Salma, ça va ? Salut Ahmed, ça va très bien Et toi ? On fait aller quoi ? Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Je suis un peu fatiguée Je suis en période d'examen Tiens bon, ça va aller Merci beaucoup À demain Au revoir Bonne soirée شكراً جزيلاً لمشاهدتكم فيديو اليوم من الأول إلى الأخير. أضرب لكم موعداً غداً إن شاء الله مع فيديو جديد ودرس جديد. A demain!